هلا والله عمرك فكرت كيف كانوا اجدادنا يشربون الموية خلني وريك الموية على مر التاريخ حانا نشربها بس كل مرة بشكل في البداية كانوا يشربونها من مصادرها الطبيعية زي الأنهار والآبار على طول وعشان ياخذونها معاهم وينما كانوا صاروا يخترعون أدوات تحتويها بدينا بالقربة اللي نصنعها من جلود الحيوانات وبعدها استخدمنا الزير والفخاريات وتطورنا إلى أن وصلنا لطرق حفظ اليوم طيب وش الفرق بين طرق حفظ الماء الحديثة والقديمة؟ الفرق إن كنا نستخدم أشياء طبيعية وما تأثر في البيئة وتحفظ الماء في نفس الوقت من أشعات الشمس والحرارة ومن هنا جات مبادرة موية ورق برعاية تترباك الشركة الرائدة عالميا في مجال تعبئة المواد الغذائية وبالتعاون مع الربيع وكريم طيب وش هي فكرة موية ورق؟ بكل بساطة اللي صار أننا استخدمنا الورق في صناعة عبوات محمية بست طبقات تمنع دخول أشعات الشمس والهواء وتحمي الموية وتحافظ عليها لمدة طويلة والأهم من ذلك أنها قابلة للتدوير بحكم أنها مصنوعة من مصادر متجددة فسواء أن تنت في البيت أو السيارة أو حتى في رحلة تحت نور الشمس أو ضوء القمر ما تشيء الهم الموية وأنها تبقى صالحة للشرب دائما عد قلوا لنا في التعليقات هل تشوفون الموية ورق؟ ممكن تكون البديل الأفضل بعد الجلود والفخريات اللي كانوا يستخدمونها جدادنا؟ تاتراباك تحمي ما هو جيد